لكن لما تجي تتكلم على الحسين الشحات، هل تتكلم عليه تفصيلياً؟ باستي تاون، تتكلم عليه تفصيلياً؟ مصطفى شوبير، شخصية النهاردة طب ما تتكلمني بقى الحسين الشحات عشان الوقت ما يروح شهر عشان حسين الشحات النهاردة عمل مباراة كبيرة جداً اتنين أسستي بقع جداً مؤسر جداً مش النهاردة بس طبعاً حسين الشحات بقاله فترة طويلة من ساعة ما جي مارسي الكولار بصراحة وهو يقدم شكل مغاير تماماً مع النادي نادي الريمونتادة حسين الشحات على نفسه صح يواصل الريمونتادة على نفسه في الموسم الحالي مع مارسي الكولار ده رقم واحد رقم اتنين بالنسبة لي أداء غير مفاجئ من حسين الشحات ده بقى العادي بقى حسين الشحات في المباراة الأخيرة حسين الشحات يا كريم مش بس هو النهاردة عامل اللي اتنين أسست مش بس هو ملمح الخطورة الأهم هو اللي بيعمل لك عملية صناعة اللاب هو اللي حلوا الرقة المهمة هو بيرسي تو نتكلم برضو على تو هو بيرسي تو في وسط الملعب وعمالية صناعة اللاب والدخول داخل الملعب لا كمان ده حسين بيرجع يعمل واجبات دفاعية ممتازة آه تأثر في نهاية المباراة ده ها تمانين من المجهود اللي عمله طول الوقت لكن هو بيحمي عالي معلول بشكل كبير جداً وبيرجع يقفل الجابهة الشمال بشكل كبير جداً بعد ما تنقل يوح خلينا أقول لك ان حسين الشحات هو طول الوقت وكان متقلق ناحية اليمين لحد ما رجع تاوي الرجل كان عايز تسفيد من الاتنين فالرجل بقاله كان بقاله كتير جدا والتقلق ده ما كتبه لعب ناحية شمال حسين الشحات كان بقاله كتير لكن التوظيفة انه دخله انصيد فيبقى على عدلته رجل ناحية اليمين تحسب لمرس الكولر تحسب لحسين الشحات اللاعب يمين تقلق لعب شمال تقلق لو نستعرض الحالات بتاعت حسين الشحات كل متنفس لما فرقة لو ده كتيراجعة بتمانية وتسعة وراء لما كل متنفس بصة كريم حسين ما وجود فين الراجل ده الوينج ناحية شمال حسين الشحات هو الوينج الشمال للنادي الاهلي لما يدخل انصيد هنا في مركز صناعة اللاعب ده بقى المعتاد دايما من حسين بص الباص وبص الرؤية الباص والرؤية اللي دايما بكلمك الرؤية المختلفة اللي عند حسين الشحات وطبق واضحة اوي فورت الجولة يا جبالك بعد شوية بص الباص هنا ورؤية مختلفة مش موجودة غير عند حسين الشحات وبرسي تاوي بص هنا التحرك بص يا كريم لولا استلامة خاطئة سهلة جدا لان الكرة بلغة الكرة حنينة استلامها ديانج تعدي من تحت رجله الراجل رايح كهرباء رايح فتح له انفراد وهو نفس ممكن يروح بيها انفراد لكن للأسف ما كملتش لكن انا اللي يهمني في القصة دي غير استلامة ديانج السيئة انه الباص والرؤية بتاعت حسين في وسط الزحمة اللي فقى ست لعبين من الوداد هو شايف ديانج ويحط له الكرة بالدقة دي يلا نروح للحالة اللي بعدها بص مين تاني حسين الشحات هو الرأى بص واقف كام لعيب من الودادة كريم اثنين اربعة ستة تمانية تسعة تسعة لعيبة من الوداد بالدافع في التلت الأخير اللي ملعب الوداد يعني عامل للك بلوكاية كبيرة يعني مدائلك المساحات جدا تلاقي دايما مين مين وهنجي لللقطة دي تاني مع تاو وركز على الكرة مع حسين الشحات وشوف مين اللي في عمق الملعب الجناح اليمين يا كريم ده الجناح اليمين اللعيب اللي على الدايرة دايرة التمنتاشر هو بيرسي تاو ده الجناح اليمين داخل الانسايد هات الفريم اللي بعده وبص الجناح اليمين ودقة الباص بتاع حسين اربع لعيبة واقفين قدام حسين يا كريم اربع لعبين ودقة الباص الكرة بتروح لتاو في التحرك بعد التحرك بتاعتها بتروحه في المساحة ده بيقولك الرؤية والفيجن وده راس ما قال حسين الرؤية والفيجن والدقة في إرسال التمريرات روح للحالة اللي بعديها كرة الجول اللي هقف فيها عنده نقطة ويريت لو نحاول لو نعرف نعمل لازوم إن كمل بصة كريم كرة حسين هنا فيها قرارين بصة كريم أيوة هي دي اللي أنا عايزة بصة كريم الجول كله الجول كله في الفريم ده الله الجول كله في الفريم ده بص رفع الدماغ حسين رفع دماغه شافتها واقف على البعيدة رحطتها هي القصة كلها في حاكتين القرار اللي خده حسين إنه مايرجعش تاني لإن الاتنين ارجع معلش ارجع فريم أول فريم خالص ارجع أول فريم خالص بصة كريم لو فكر حسين يرجع لتحت الكرة انتهت ليه الاتنين قفلله زاويتين التمرير سواء داخل الملعب إنه يخش جوه الملعب أو إنه يرجع تاني تحت المعلوم هو خد القرار الوحيد اللي فيه لسبيس اتنين يارضة كانوا كافلين بن حسين ياخد القرار السعب رفعت العين دي يا كريم دي رفعت العين لمرة تانية هو بيحط الكرة بعد ما حطها لتاو رفع دماغه من الأرض جزء من ثاني شاف تاو رحطتها في النقطة اللي مش شافها المدافعين بتوع الوداد والكرة دي بالنسبة لي ياخد منها سبعين تمانين في المية من الجول حسين الشحات رؤية وفيجن عظيم ارجع بقى تاني ارجع تاني ارجع فريم كمان في الحالة دي لا خلاص روح للحالة بعد دي تمام بصة كريم الرؤية تاني اترك في الكرة الأولانية والتانية والتالتة الرؤية الكرة وهي بتتحط لونج بول محمد هاني واحد من نجوم المباراة اللي دايما ما بياخدش حقه هنجيب هجيب لك الكرة دي الجندة تاني هجيب لك الجندة تاني من أوله والباس بتاع هاني والفيجن بتاع هاني ويتحط هنا لحسين الشحات في ظهر ايوب العملود هنا الكرة ما طبتش ما طبتش كريم هو خدها الأولانية ونزلت ولها الحارس طلع بص الحارس نزل قافل ازاي كريم طبيعي الحارس ينزل يعمل النجمة ويقفل عشان الكرة ما تحطش في الجون ده طبيعي الفيجن ان هو شايف كهراء واقف هنا وانه هو واخد القرار والكرة لسه في الهوى هو ده سبعين في المية من الجون لانه انا بالنسبة للجون ده اتنين مسامين فيه اكتر من كهربا نفسه محمد هاني طبعا في التمريرة الطولية اللي في ظهر ايوب العملود في مكان عظيم في توقيت عظيم بقوة عظيم عشان تنزل حسين الشحات في التوقيت ده ويرجع حسين يحطها الورا بالشكل ده محضر قراره كل مرة اقول لك ومحضر قراره حسين الشحات افضل لاعب في النادي الاهل اهي دي كرة من اولها بص بص يا كريم الكرة هنا كان حسين بتلا يتحرك يمكن هي مش جاية معنا كمل الفريم اللي بعده هتلاقوا بص حسين هنا بتلا يتحرك الكرة في الهواء هو شايف الكرة كريم ومقدرها وعارفها تنزل فين بص بص هنا بص رفعت الدماغ هو وقف هنا زوم هو شايف مين اللي بتحركه لتحت يا كريم مين اللي بتحرك الحسين تحت كهربا فهو بيتحرك ومحضر قراره انه هيعملها الباك باس لتحت مش هيحطها في الجل ان الزاوية بقت دقيقة جدا ورحطتها الكهربا ده عظمة الباس عظمة الباس حسين الشحات سوبر يا كريم مش النهاراتش كيف يقولك اللي عمله حسين الهاردة رغم انه سوبر رغم انه رجل المباراة الاول في وجهة نظري الى انه مش جديد على حسين الشحات بقى معتاد الاداء والمرضود اللي بقدمه حسين الشحات طب ده رجل المباراة الاول